توقع وزير العدل خالد شواني شمول نحو 9000 محكوم بقانون العفو العام وقال أنه يعمل على خطة لتحسين وضع المعتقلات خصوصا تطوير المهارات وموضحا أن أحد الأوائل في الجامعة التكنولوجية هو سجين أتيح له أن يدرس عبر الانترنت لكن ينبغي الاعتراف بأن معايير حقوق الإنسان لا تتوفر حاليا وأشار شواني إلى أن طاولة مكتب رئيس الوزراء هي من صنع سجناء بغداد وبعث لهم ثمنها بيد مدير مكتبه وفي قضية التشجيل العقارية التي تخص المسيحيين بين اتخاذ جملة من بين الإجراءات أولها أن لا يباع الأقار إلا إذا حضر المالك بنفسه أو وكيل عنه مع شهود اثنين يشهدون بأن الوكيل يعرفه أو قريبه ترجمة نانسي قنقر